هذا وقد أكد عددون من المسؤولين أن الجلسة التخصصية المغلقة لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة شهدت عددا من التوصيات والمقترحات المهمة وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد المسؤولون على ضرورة البدء في رفع كفاءة التعليم والصحة تكلمنا عن نقطة مهمة جداً النهاردة وركزنا عليها قوي وهي إحنا عندنا في بعض الهيئات اللي هي حوالي هم مجملاً 59 هيئة في بعضهم بيحققوا خسائر على الرغم من الموازنة العامة تحديداً بتديهم دعم طيب محتاجين طبعاً ودي من أهم النقاط اللي ركزنا عليها أن احنا نقف على أسباب تحقيق هذه الهيئات لخسائر ونبتدي نعلجها بالإضافة أن احنا عشان نوصل لهذا الأمر بشكل عملي يجب تفعيل عملية الرقابة على الصرف الرقابة على الصرف تحديداً نركزنا على نقطتين وهما الرقابة قبل الصرف لهذه الهيئات والرقابة بعد الصرف عشان نقدر نقف على الفوائد اللي بتدخل جوه الموازنة العامة كلمة السر والمفتاح الأساسي لحل أي مشكلة في جميع القطاعات الخاصة بالدولة هي رفع كفاءة الإنسان ورفع كفاءة الإنسان بتكلم عن التعليم والصحة أبدأ بيهم بعد كده هتلاقي كل الأمور بدأت تستوي لأنه لما أكون نحط الإنسان ناضج في بيئة واعدة مش معقول أن أنا أبقى أشغل في مشروعات قومية ومشروعات واعدة ومشروعات بتكنولوجيا عالي ولسه الناس مش فهم التعامل مع هذا إزاي مش معقول أكون شغال على حكومة رقمية ومش معقول أمزال الموظف الحكومي مش قادر يفهم أهمية التعامل مع النظام الرقمي وأهمية عدم ضياع وقت المستثمر أو اللي جاي يتعامل معه في الهيئة أو المؤسسة سياغة التوصيات بالنسبة للجزء الخاص بإصلاح المالية العامة والجزء الخاص بالدين العام وأيضا ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات موضوع طبعا له أهمية كبيرة جدا الحضور كله من المتخصصين وأصحاب الخبرات والتركيز الحقيقي على الخروج بمجموعة من التوصيات العملية اللي يمكن التطبيقها بشكل سريع وأيضا تؤتي ثمرها على طول إن شاء الله